ثم زاد فشرب ثم زاد فشرب ثم سكرة ثم هذى ثم طغى ثم زنى ثم قتل ثم أفسد في العرض قتل والديه وقتل أولاده وعاث في العرض فساد وفعل المنكرات كلها يقول ابن القيم رحمه الله ومنع قليل الخمر وإن كان لا يسكر إذ قليله داع إلى كثيره لأنه إذا ذاق هذه الخمرة عجبت فشرب ثم زاد فشرب ثم زاد فشرب ثم سكرة ثم هذى ثم طغى ثم زنى ثم قتل ثم أفسد في العرض قتل والديه وقتل أولاده وعاث في العرض فساد وفعل المنكرات كلها والتحريم في هذا المعنى يشمل كل ما من شأنه أن يذهب العقل من جميع أنواع المذهبات سواء كان خمر أو كان مخدرات أو كان أقرافا محدثة كالتي استجدت في هذا الزمن وسميت بأسماء متنوعة وصنعت على أشكال مختلفة من حقن وشراب وحبوب وغيرها فكل ما يخدر أو يزيل العقل أو يخل بالعقل والإدراك فإنه داخل في التحريم لأن العلة من تحريم الخمر المنصوص عليها صراحة في القرآن هي ذهاب العقل فإذا توفرت هذه العلة في أي مادة فإنها تدخل في ذلك ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتعي فقال كل شراب أذكر فهو حرام رواه مسلم والبتع هو نبيذ العسل